في نفس الإطار نادي الزمالك اتفق خلاص مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وحصل على توقيعه للانضمام للفريق خلصت كده الحكاية؟ لا ما خلصتش لازم الإسماعيلي يوافق لازم الزمالك يخش في مفوضات قوي جدا مع الإسماعيلي اللاعب وافق خواص على الانتقال للزمالك ووقع لنادي الزمالك توقع فقط أنه الإسماعيلي يوافق على الانتقال الرسمي لللاعب إلى نادي الزمالك خاصة أن عقد اللاعب مع نادي الإسماعيلي لسه ممتد حتى 2025 أيضاً لعب مفيد وكبير جداً سواء أخريته شوية بعديته شوية ولكن لعب موهوب وسجل هدف رائع جداً المباراة الماضية فيها الاتحاد الأسكندري من ضربة سبتة من خارج منطقة الجزاء